قصر خيالي بهما به من مؤصفات الفخامة والبهاء بداخله أسرار غامضة لا يعرفها إلا من زاره لكن كعادة بني البشر باحت به الألسنة التي لا تصمت فتداول أصحابها مقاطع فيديو مصورة وصوراً مسربة لما يدور بداخله فيترى ما هي حقيقة قصر نمار الغامض وأي هدية هداه بها رئيس ناديه السعودية بمواصفات فاخرة لقصر عظيم أهداه رئيس نادي الهلال السعودي للاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا قصر يتألف من 25 غرفة فندقية فضلاً عن ثلاث غرف لساونة ومسبح ضخم بطول 40 متراً وعرض 10 أمتار كل ذلك هو أكثر من خبايا القصر الفاخر الذي يسكنه اللاعب البرازيلي في العاصمة السعودية الرياضة القصر ليس مجرد بناء فارح وحسب إذ يتكفل الهلال السعودي بكل سبل الراحة للنجم البرازيلي إذ توفر المملكة خمسة عمال متفرغين لخدمة المنزل الفاخر باستمرار طوال 24 ساعة نيمار جلب معه طاهي الشخصي وكذلك بعض المقربين منه لتنظيف القصر لكنه يحتاج لمساعدين لهم من أجل تخفيف وطأة العمل داخل القصر الفاخر عليهم ويصف البعض أن الصفقة المدوية التي تقدر بنحو 200 مليون إلى جانب سيارات بقيمة 100 مليون إلى جانب رواتب شهرية للنجم البرازيلي هي تكلفة انتقال اللاعب لدوري روشان السعودي ويتوافر في القصر سائق خاص لأسطول السيارات الخاص بالنجم البرازيلي يكون متوافرا طوال اليوم داخل القصر بداخل القصر هناك مكان لاستقبال سيارات نيمار الثلاث الباهزة ومنها سيارة بنتلي كونتنينتل جي تي والنوع الثاني من السيارة أستون مارتين دي بي أكس لامبرغيني هوركان وهي هدايا من جانب النادي السعودي لكن الهدية الأعظم التي قدمها النادي السعودي لنجمه البرازيلي والتي لعبت دورا عظيما في إتمام انتقاله إلى العاصمة السعودية الرياض وتلبية أحلام الجماهير الهلالية طائرة خاصة لديها مهبة داخل القصر من أجل أن تساعد نيمار على الانتقال بسهولة في كل مكان داخل المملكة وكذلك ليتصرف فيها كما يريد وهي بالطبع تساعده في جميع رحلاته للتنزه وارتياد المطاعم والفنادق التي يدفع فواتيرها نادي الهلال وعلى الرغم من أن هناك العديد من نجوم العالم الذين انضموا إلى الدوري السعودي وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا أن نيمار هو اللاعب الوحيد الذي حصل على طائرة خاصة لتكتمل الصورة التي أراد أن يوفرها لنفسه داخل العاصمة السعودية الرياض ويظهر مقطع مصور عبر الشبكات الاجتماعية مناظر فاخرة من داخل القصر يدعي البعض أنها تعود إلى قصر النجم البرازيلي نيمار فمن أفخم أنواع الرخام تم اعتماد أرضية القصر وكذلك تم استخدام الدربزين لسلم القصر من أفخر الأنواع وهناك ما هو أكثر من ذلك لم تكشفه الصور المسربة برأيكم هل كانت صفقة نيمار دا سيلفا تستحق كل تلك الأرقام الهائلة التي دفعت فيه؟